سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرم سعيدة بلقياكم في هذا الموجز الإخباري المفصل وهذا أبرز عنوانه الشاب بلال يثير غضب الجمهور المغربي بتصريح صادم قبل الخوض في هذا الموجز الإخباري لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم التفاصيل عبر نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد بسبب تصريح صادم وغير متوقع من الفنان الجزائري الشاب بلال خلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج الفنية التي تبثها القناة الجزائرية والكوب جيمون تبعتها بالفريق الوطني تبعتها كمام؟ لا تبعتها وشفتها كماما كنت شوية هكا وشفتها مع شاكا كنت شجع في الكوب جيمون؟ كنت الحق مع فرنسا كنت مع مكزز زائر كنت مع فرنسا يعطيك صحة شكرا الشاب بلال الذي قال بعظمة لسانه في تصريح سابق لموقع إخباري لولا المغرب والمغاربة من المحال كان يكون بلال كنت غد نكون فنا عادي لكن هذا الشعب حبني وهو اللي خلاني واللي مشهور وعندي حضور كبير اختار اليوم أن يدير ظهره لهذا البلد الذي صنع له اسما وجعل له وزنا وقيمة بين كبار فن الراي في المنطقة المغاربية الأمر الذي يؤكد أن كبرنات الجزائر ماضون في معاقبة كل فنان يشهر حبه واحترامه لجيرانه في المغرب وعلى غير عادته صرح الشاب بلال في معرض سؤال وجهته له مقدمة البرنامج أنه في غياب منتخب بلاده كان يساند منتخب فرنسا خلال مونديال قطر الأخير دون أن يذكر اسم المغرب ولا حتى إشارة إلى الإنجاز التاريخي والغير المسبوق الذي حققه الأسود في هذه التظاهر العالمية موسيقى